اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النفسية فبدكوا تعذروني في هذا الموضوع والاشي تاني اشي موضوع الاتصالات واللي ببعث واللي رسائل واللي تواصلوا خلال الفترة الماضية معي على الواتساب خصوصا بعد حلقة البث المباشر طبعا حسيت انه انا كأني مرغم او مجبر او بالاجبار او بالاجبار او بالاجبار او كأني عبد او كأني خادم اه يعني غصبت عني لازم انا انفذ بحسب رغبات الاشخاص اللي ببعثوا لي الرسائل وبالاوقات اللي بتسمح لهم ظروفهم انهم يبحثوا حتى لو الساعة اربعة الصبح او خمسة الصبح رسائلهم او اتصالاتهم الكم الكبير يعني الاتصالات اللي اجا ورغم هيك انه بعد دقيقتين ثلاثة ببعد انه ليش بتردش يعني ليش انتي يعني حطيت رقمك ليش انتي ما بتردش علينا وبتجاوبناش وبتعطينيش الجواب اللي انا بديه يعني هذا الموقف شوي يعني اسعدني كثير بديش اقول ازعجني كثير لانه حسيت انه الباين انه اشخاص بتدخلوا على القناة ما بعرفوش سعيد مناع وبعرفوش ظروفه الصحية فيعني دخلوا بالعشم يعني شوي اعطتني هيك شوية سعادة انه الناس تعشمت فيه خير ولكن انه مش كل اشي اه على حسب رغبات الناس يعني برضو انا الي وضع معين لكل بيعرفو خصوصا الوضع الصحي فبتكوا تعذروني في النقطة هذه يعني بلاش الالحاح والاسرار والكلام والتجريح والتعليقات والكومنتات باني انا ما بردش انا برد اول اشي انا حاط رقمي في صندوق الوصف من زمان اه رقمي على الفيسبوك نفسه وهو ما تغيرش هذا خطي المباشر ما عنديش اقام كثيرة انا عشان انا احملها ولكن انا كاتب للضرورة القسوة يعني للاشي الملح للامر الطارئ للامر المهم انه حد يبعث لي على الخاص هذا واحد في ناس بتعتقد انه اللي ببلاش كثر منه يعني انا بالنسبة لالي والكل بعرف اني انا ما بتقاضى اجر على علم الفلك واللي ترسلوا معي على الخاص وبعثوا وقالوا انه انت قديش بدك احنا منبعث لك قديش بتطلب او اعملنا الخارطة الفلكية وتحليلها واحنا منبعث لك قيمتها مشكورين وبعرفوا ردي ايش كان عليهم كلهم انه انا ما بتقاضى اجر انا ما بتقاضى اجر وثاني اشي اللي حابب انه يتبرع هاي هاي الكلام اللي بطلع مني انا ما بتقاضى اجر واللي حابب يتبرع في حسابات لا تبرع للقناة مش الي شخصيا ماشي وببقى اترجى فيه انه ما يتبرع يعني في نفس اللحظة بقوله اتبرع وفي نفس اللحظة بقوله وبترجعك اذا وضعك ما بسمح لا تتبرع وانا راح اجاوبك فهذا الاشي في ناس فهمته غلط يعني في ناس فهمت انه انا يعني زي ما بخجلهم تخجيل عشان يتبرع وبعديها يعني كل انسان له طبيعة يعني وكل انسان له طريق التفكير فانا ما بجبر حد على طريق التفكير فانا عشان اطلع من السوء التفاهم هذا واطلع من التحليل الغلط واطلع من التفكير الغلط وعشان ما احرج حد فياريت ما حد يبعث لي على الخاص يعني للضرورة القسوة 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 وانا بحدد بس اقرأ الرسالة انه انا فيه ارد وفيه ما ارد هذا حر انا ما حدا بيقدر يجبرني اني ملزم اني انا ارد فعشان هيك انا لما اشوف الشيء هو بحاجة للرد انا اللي برد وبالوقت اللي بناسبني انا للرد ولما انا يجع بالي ارد بدكو تعتبروها جكر بدكو تعتبروها انه انا تغيرت بدكو تعتبروها ايش ما هي حر انا لانه انا تعبت انا تعبت لاني من كثر ما شرحت ومن كثر ما حكيت انا بقيت اكون في المستشفى وفي عزل وعلى اكسجين وبقيت انا اطلع بالحلقة علما الكل بعرف اني انا لا بربح من اليوتيوب ولا من الداعيات وانا محذور علي الربح من فترة طويلة يعني من سنة ونص تقريبا من لما انا بلشت اني بدي اعمل خير اكشف للناس الوجوه القبيحة اللي موجودي في العالم فلقيت انه لا الناس اقبح من هذا الوجوه وبتستحق انه ينتصب عليها وينضحك عليها لانه ما بزبط معها الاشي الواضح والصريح فعشان هيك لقيت اني انا لازم اغير اسلوبي لازم اغير اسلوبي مش اغير ديني ومش اغير عهدي مع الله ولكن انه انا والله مش سلعة مش سلعة الكل يلعب فيها مش سلعة انه يجي شخص يقول والله انا متابعك طب يا عمي ما مبين عندي المتابعين انا انا متابعك من زمان طب عمري ما شفتك ولا عمرك علقت لي ولا عمرك حكيت كلمة خير ويمكن اللايك بتحطوش ورغم هيك بجاوبهم ولكن الان انا مش مجبر على هذا الشيء فعشان هيك انا الان بدي اغير هذا النمطية فاعذروني وخصوصا الناس اللي بتعرفني واللي تعاملت معي هي اول ناس تعذرني لانه انا اجبرت على اني لازم اغير هذا الاسلوب لما انا من كثر الضغط ومن كثر التعب الصحي اللي موجود عندي بصير انا اهمل هم الحلقة اكثر من وضع الصحي واهمل هم اني انا اسجل حلقة واتطلعها بالوقت ورغم هيك لا حمدا ولا شكورة حقي اني انا ازعل وحقي اني انا اذايق على نفسي مش عليكم ولا منكم لانه شايف انه طب انا ماشي في ناس بتتعاشم فيه خير بتتوسم فيه خير انا بعرفها باحترمها بقدرها الها احترامها وتقديرها ورحظة لاتواصل معاهم ولما بيعثولي في اي وقت وقفوا معي في مواقف بتعليقات بكلمات يعني لا تقدر بما اللي عندي فعشان هيك يعني لا والله انا صحتي صارت اهم يعني انا وضعي النفسي برضو صار اهم مش شرط انا لما اكون مريض اني اجبر حالي واوخذ ادويتي عشان انا اسجل حلقة ويجي واحد يقول لي والله انا بتابعك من زمان ونفس الكلام وانت بتغيرش اسلوبك وانت بتنتقد وانت بتحبش اللي بانتقدك يعني انتقدني انتقدني بس انتقدني دا شيء لمصلحة القناة انتقدني لشيء اطور اسلوبي او اسلوب القناة للاشي اللي بناسب الجميع مش تيجي تقول لي عني انا كلمات نابية وكلمات وسخة وكلمات قذرة وبدك يعني اسكت كمان يا لا انت ما بتتحمل الانتقاد اي انتقاد هذا اللي انت بدك تجرح فيه والذم فيه عشان هيك الاشي كثير 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 لود بطل بطل محتمل انا من المفروض اني اعمل قسطرة من شهر ونص انا لحد الان بأجل فيها لانه انا بقول انا اولى والقناة وبدغيب عن القناة انا اولى في عندي جرعات كيماوي من المفروض اني اخذها تقيلي قاعد باخذها جسمي بتسبغ منها ما حدا بقدر او ما حدا قدر من الناس اللي طلعت وجرحت فيه بالكلام ورغم هيك باجي بتطلع انا بلاقي انه عالفاضي بتابعني قال والله متابعك وبعلق اكم تعليق ببعث لي بجاوبه بعمل لي بصير حط لي ديس لايك وببطل يتابع القناة بروعه واحد ثاني فيه ناس بتروح عند فلكيين بتدفع لهم فلوس بتاخذ الخارطة الفلكية بتفهمش منها ايش بترجع علي ببقي يشرح لي بالخارطة الفلكية زي ما الاخ شرح له اياها اللي هو اللي اخذ الفلوس وبدو يناقشني لا انه هديك الخارطة تبعته احسن من الخارطة طب يا عملي ليش تبعتلي ليش تحكيلي روح عليه هو مش دفعتله روح عليه خلي يشرح لك ولا عشان طلب فلوس كمان مرة ارجيت على سعيد لانه سعيد ما باخد فلوس لا يا حبيبي انا بطلتها سكرت الدكان هاي الدكان دكانتي ومفتاحها معي انا سكرتها وانا مش عبد ومش اغال عند حد فاعذروني من هاي المقدمة بس انا للاحبة والاعزة والناس اللي بتعز علي بس حبيت اطلع اقولهم انه انا بالفترة القادمة احتماليا اني اتغيب عن القناة واحتماليا اني اخذ اجازة وممكن اني انا اتغيب حتى في بث الحلقات اللي بيجيب وقول لي انت من وين بتجيب الحكي ومن وين بتصف الحكي وماذا انا مش الكم بوجه الحكي انا بوجه لناس اللي بتعز علي انه انا انا بطلب منهم السماح انه الفترة القادمة انا را حظي فاعذروني خلينا نروح على توقعاتنا طبعا رح يكون في حلقة بث مباشر يوم السبت ان شاء الله ورح نفتح مواضيع النقاش في هذا الموضوع تحديدا والاتصالات ما رح تكون على الانترنت يعني اللي بدو يتصل على الانترنت رح افصل الانترنت نهائيا واللي بدو يتصل فيه بتصل فيه عن رقم الدولي بدو يخسر الشخص اللي بدو يتكلم معي بدو يدفع فلوس مش الي لا لا الاتصالات بدو يدفع ولا المراسلات بدو يدفع ولا الدنيا كلها بدو يدفع بدو ارجي انه انا لما بدي اعز نفسي عشان اجدها بورجي كيف باعز نفسي انا مش ارخيص فعشان هيك يبتك تعذروني توقعاتنا اليوم ليوم الخميس 21 تشرين الأول أكتوبر القمر الآن موجود في منزلة الثرية منزلة الثرية جيدة يتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر الآن موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 12 و55 دقيقة من ظهر اليوم بتوقيت جرينتش طبعا اليوم الخميس القمر لما بده ينتقل بعد هذه المنزلة مباشرة بنتقل لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر في برج الحمل الآن هي فترة خلوم مسار ولكن رح يظل في برج الحمل حكينا لغاية الساعة 7 و58 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني احنا في فترة خلوم مسار الآن ومعنى انه الساعة ثمانية مساء يعني الساعة 11 قبل منتصف الإضاءة لأكم ساعة يعني وبنتهي خلو المسار ولكن التأثيرات بتظلها موجودة اللي هي تأثيرات الحمل ولكن بأقل تأثيرات مش بقوة التأثيرات لما بيكون هو بمنتصف البرج عشان هيك بتظل الطاقة الكبيرة موجودة بنشعر بطاقة كبيرة لا العمل فيه منكون اكثر تصميما اكثر استقلالية ممكن نبادر بمشروع او بفكرة جديدة ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحضر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ممكن نلاحظ انه في هاي الفترة انه قل صبر في التعامل مع الغير زي ما شايفين انا شو قاعد بحكي من بداية الحلقة وهذا الاشي ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ممكن نفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية زي ما حكينا انه الساعة 11 من مساء الليلة موعد بث الحلقة وهي مساء يوم الاربعة القمر رح ينتقل ويصير في برج الثور فرح تتغير التأثيرات علينا فمنشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت في مشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا زاويتين اول وحدة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج مواجهة الحاضر يستحسن البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بما ان القمر رح يكون موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 22 بيبدأ في تمام الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم السبت وثلاث وعشرين الساعة سبعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا يعني ثمانية صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيصبح ستة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحسي بنسبة خمسة وعشرين في المية حتى ساعات الظهر بعدهم تصير سعيدة بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل الآن وبدو ينتقل للثور وطبعا رح يمكث في الثور لغاية يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في الميزان حتى يوم خمسة وعشر سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمسة وعشر منتحس بنسبة خمسة وعشر في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرصة مالية رح تكون فيها بعض المفاجآت ممكن تدخل تحسين على ميزانيتك ورح تطالعك فترة غنية يعني تقدر انك توظفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أهم شيء انك ما تضيع الفرص حاول انك توظف طاقتك الذهنية بشكل جيد حاول انك تضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول انك تناقش بهدوء يعني ما في داعي للعصبية ولا للحدية خلال هذا اليوم الأجواء إيجابية فاستغلها بتكون الأجواء ممتازة برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم وبيعومكم النشاط اليوم تقدروا تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض رح تكون قوية والنتائج رح تكون حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك حاول انك تطوي صفحة الماضي ابترتفع عندك المعنويات مجددا وممكن اليوم تكون الفترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وتعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب آمالك لسوء لسبب أو لآخر طبعا القمر في بيت المتاعد فحاول انك لا توقع على عقد وما تحسن أمر الفترة هاي فارغة من الطاقة والحض فبنصحك انك ما تراهن على الحض نهائيا برج السرطان ابتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد اليوم تأييد لا بأس فيه أهم شيء انك تكثف من ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر اليوم رح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم ابتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة أهم شيء انك تنتبه انها هاي الأيام ممكن تكون شوي متوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم وهذا الشيء ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية في هاي الفترة برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم ابتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة والفترة هاي مناسبة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما وتعتبر من أجمل أيام الشهر إذا استغلتها برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة إلى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهم شيء أنك ما تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب يهم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاولوا أنكم تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم بتكون اليوم الضغوط كثيرة وعشان هيك بدأك تحاذر من تأزيم أي خلاف وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفهم برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه حاولوا أنكم تنظموا جدوى الغذاءكم وتغذوا قصد كافي من الراحة اليوم بتلحقك اتصالات وبتكثر المسؤوليات وخصوصا العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشكب نفسك الفترة هاي تحمل انشغالات صحية برج الجديد ابترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أهم إش أنكم ما تبلغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي أهم إش إنك تبجنب الانتقادات وإسعى لتلطيف الأجواء اليوم بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والسفقات التجارية برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتقدروا اليوم تعززوا الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل مصاريف منزلية برج الحوت اليوم يوم مميز بالنسبة لإلكم فاليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير يعني تقدروا اليوم أنك أنت تسمع صوتك وما تسكت بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير طبعا وصلنا لنهاية الحلقة مشكر الأشخاص المنتسبين في القناة طبعا في ناس بقول ليش بتظلك تشكرهم يعمل يوتيوب هو اللي بيجبرني طبعا هو مش بيجبرني أنا أخلاقيا لازم أشكرهم لأنه هذولا بدعموا القناة أول شيء ولكن اليوتيوب بشرط علينا أنه اللي بنتسبه في القناة أنه نذكر أسماهم ونشكرهم في كل حلقة فعشان هيك كل الشكر إلهم وشكر للأشخاص اللي بحطوا لايك واللي بحطوا تعليق يعني بيدعمني نفسيا واللي بحاولوا أنهم ينشطوا القناة ولكنه يعني بديش أحكي خلاص شكرا لكم جميعا هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء